بسم الله الرحمن الرحيم يتجدد لقاءنا بكم أحبة وسادة مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في حلقة جديدة من برنامج مآذن ورثاء نستذكر فيها ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها باسمي وباسمكم نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ حميد الكلابي أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ حياكم الله بارك الله بكم سماحة الشيخ في البداية نود أن نقف ونتعرف على جوانب من هذه الشخصية العظيمة لا سيما وأن حياء ذكرى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يعد من الأمور المندوبة شرعا نعم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله لكم العزاء الحديث عن السيدة الزهراء سلام الله عليها حقيقة هو الحديث عن مشروع إلهي والمشاريع الإلهية عادة تتصف بالحكمة باعتبار أن الله يضع الأمور في مواضعها والله الحكيم سبحانه وتعالى هو الحكيم بل هو أحكم الحاكمين فنجد أن الله سبحانه وتعالى في شأن خلق الزهراء كيف أدخل النبي صلى الله عليه وآله بتلك الدورة عندما أسرى به وكيف تغذى وأكل من تلك الثمر من الجنة التي كانت النتيجة نتيجة هذه الثمرة هي الزهراء سلام الله عليها يعني من ثمرة الجنة إلى ثمرة في الأرض أحسنتم من ثمرة في الجنة وهنا يتبين التدخل الإلهي حقيقة والحكمة الإلهية في شأن هذه السيدة السلام عليكم وفي شخصية هذه السيدة باعتبار أن علماء الأخلاق عندما يتحدثون عن أصول السعادة والشقاء في شخصية الإنسان يتحدثون عن الأصل الأول هو النطفة النطفة التي يخلق منها ونلاحظ هذه المدارات في هذه النطفة نطفة التي خلقت منها الزهراء سلام الله عليها بعد ذلك لاحظ الدورة بعد ذلك أو بعد هذا الأصل الأول النطفة أن المقام الآخر الذي عبر عنه القرآن الكريم في قرار مكين في وعاء السيدة خديجة سلام الله عليها نعم وهذه أيضا مسألة مهم حقيقة مهمة جدا بحيث يتحدثون أيضا بالإضافة إلى الأصل الأول وهو النطفة يتحدثون عن الأصل الثاني في تكوين الشخصية وهو الحليب حليب الأم نعم ولهذا نجد في روايات أهل البيت تأكيد كثير على مسألة اختيار الزوجة باعتبار دور الحليب في نشأة هذا الطفل الجنين بالتالي نلاحظ في شخصية الزهراء أن الأصل الأول النطفة هي تكونت من ثمار الجنة الأصل الثاني الحليب كان من السيدة خديجة وأنتم تعلمون في الأحاديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خمسة إلا على اختلاف الروايات أربعة أو خمسة أحسنت المشهور أربعة المهم ولكن نلتفت إلى أن السيدة خديجة هي واحدة من هذه النساء الكاملة حقيقة من الشخصيات الكاملة التي بالنص ورد إنها من أهل الجنة وهي من السيدات الفاضلات الكاملات من هنا يتبين شخصية الزهراء سلام الله عليه من خلال الأصل الأول نطفة النبي صلى الله عليه وآله ومن خلال الأصل الثاني الحليب والموضع الذي نشأت فيه الزهراء وهو خديجة سلام الله عليه بالتالي هي أحيطت بالعناية الإلهية في أول مراحل نشوء بل مقدمات النشوء أحسنتم هذه في البداية طبعا نحن تركنا الحديث عن العوالم قبل عالم الدنيا ما يعبر عنه بعالم النور وما هو دور الزهراء سلام الله عليه في تلك المنظومة حقيقة هذا حديث مطوي له هذا حديث مطوي وسبق وأن تحدثنا عنه في حلقات سابقة لكن نتكلم بلحاظة الدنيا عالم الدنيا نعم فإذن من خلال النطفة ومن خلال الأم يعني من خلال الأب ومن خلال الأم ودور هؤلاء الأب والأم في شخصية في تكوين الشخصية يتبين من هي الزهراء ممكن معرفة الزهراء أيضا أو الحديث عن شخصية الزهراء من خلال الأصل الأول من أصول التشريع الإسلامي طبعا هناك أصول للتشريع الإسلامي باتفاق المسلمين القرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع عندما نتتبع بعض الآيات وقد هناك آيات كثيرة حقيقة نزلت بحق الزهراء سلام الله عليها من جملة الروايات المتفق عليها والمشهورة مثلا آية الإطعام في سورة الإنسان مشهورة كذلك مثلا نتحدث عن آية التطهير الله سبحانه وتعالى عندما طهر أهل البيت الزهراء كانت مشمولة بهذا التطهير وهذه الآيات محل إجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أحسنتم محل إجماع لا خلافة في ذلك وكذلك مثلا آية المباهلة عندما باهل النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران خرجت الزهراء إضافة إلى أمير المؤمنين وإلى الحسنين صلى الله عليه وسلم فنجد هذا من باب المصدر الأول التشريع حتى عندما نأتي إلى المصدر الثاني وهو ما يعبر عنه بسنة النبي صلى الله عليه وآله بالتالي في المصدر الأول نجده يصدح بشكل واضح لا لبس فيه ومحل اتفاق لجميع المسلمين أن الزهراء سلام الله عليها كانت واحدة من رموز المسلمين الأولى وبالتالي هي تخص جميع المسلمين لا طائفة بعينها أحسنتم بالاتفاق أن الزهراء سلام الله عليه نزل بشأنها القرآن ومدحها إذا أردنا أن نتحدث عن المصدر الآخر وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله فنجد في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وفي أفعال النبي وفي تقرير النبي باعتبار أن قول وفعل وتقرير حجة فنجد هناك الأحاديث الكثيرة التي وتعلمون النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن شخص ما لا يتحدث بلحاظ القرابة وإنما بلحاظ يعني لا دور للعاطفة في حديثه أحسنتم وإنما القرب الإلهي هو المدار التقوى هي المدار أحسنتم لغة السماء إنما هو ينطق عن السماء عن الله سبحانه وتعالى فنجد يعبر عنها بتعابير كثيرة مثلا فاطمة روحي وهذه التي بين جمعين أحسنتم المتأمل أنه باعتبار أن الإنسان حقيقة الإنسان هي ليس بهذا البدن وإنما ما وراء البدن التي يعبر عنها بالروح أو يعبر بالقلب فالنبي يعبر عن الزهراء بأنها روحي وتعلمون في الأحاديث كثير عندما كان مثلا يسافر كان آخر ما يودع فاطمة عندما يعود من السفر أول ما يستقبل فكان لها من خلال أقوال النبي ومن خلال أفعال النبي وهناك الكثير من الأحاديث التي تحدثت الزهراء فيها وأقرها النبي من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله أيضا يتبين ذلك الدور الكبير أو الشخصية الكبيرة للزهراء سلام الله عليها إذن من خلال مصادر التأريق من خلال الشواهد التأريخية من خلال سنة النبي تتبين أن هذه الشخصية الزهراء سلام الله عليها شخصية قد أنيطت بها مهمات وقد أن الله سبحانه وتعالى قد عنى هذه الشخصية بلحاظ الأدوار التي سوف تقوم بها أحسنتم صلى الله عليه وسلم أحسنتم من القضايا التأريخية المشهورة حقيقة وأيضا المتفق عليها في كتب المسلمين نعم تعلمون السبب في هذه الخطبة لا بد أن نبين حقيقة مقدمة قبل ذلك المشهور عند المسلمين في السنة السابعة حصلت غزوة خيبر ضد اليهود نعم التي انتصر فيها المسلمون وتعلمون كان فيها دور كبير لأمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال النبي صلى الله عليه وآله لأعطينا الراية غدا لرجل كرار مشهور الحديث حتى أن الروايات تقول بات المسلمون وهم ينتظرون لمن تعطى هذه الراية وكل كان يتمنى هذه الراية ليس الحديث عن غزوة خيبر ولكن فقط للارتباط بعد انتصار المسلمين بهذه الغزوة يهود اليهود حقيقة دخلهم الرعب والخوف نعم من غير خيبر يعني من غير يهود خيبر نعم فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وأرادوا أن يصالحوه نعم فصالحوا النبي صلى الله عليه وآله بأرض فدك أكو خلاف هل كل أرض فدك أم بعضها المهم صالحوه على هذه الأرض يقدمون فدك في مقابل أن يحجم النبي صلى الله عليه وآله أن لا تكون هناك حرب أن لا يكون هناك قتال القرآن يعبر عن الأمور أو المعارك التي التي لا يحصل فيها قتال كمثل ما حصل في هذه المسألة أنه لم يوجف عليها بقتال بقتال أو بخيل ولا ركال هذه الأراضي عادة التي يتصالح عليها النبي صلى الله عليه وآله أو تعطى للنبي أو تهدى للنبي من غير قتال هذه تكون حسب القواعد الفقهية المتفق عليها أن تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وآله نعم فللنبي التصرف بشأنها على خلاف الأراضي التي تحصل من خلال الغزوات فتلك توزع للمقاتلين الذين يشتركوا نعم ففدك كانت عبارة عن تصالح بين اليهود والنبي على هذه الأرض بالتالي آل أمرها إلى ملكية النبي صلى الله عليه وآله حسنتم إلى ملكية النبي وهو حر وهو له الشأن في التصرف بها كيفما يشاء بعد الرجوع إلى المدينة من غزوة خيبر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وآت ذا القربة حقه فالرواية تقول بعث إلى فاطمة سلام الله عليها وأهداها وأعطاها فدكا بالتالي هي تمليك سماء وقبل أن يكون تمليك شخصي أحسنتم تمليك من الله من السماء عن طريق النبي إلى الزهراء سلام الله عليها وبالفعل تعلمون غزوة خيبر في السنة السابعة نعم أتمنى أن يلتفت المشاهد الكريم في السنة السابعة غزوة خيبر وهي بعد ذلك أصبحت بيد الزهراء سلام الله عليها طبعا العمال الكذا يراجعون الزهراء الواردات تكون عن طريق الزهراء سلام الله عليها وبقيت إلى أن حدث ماذا استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وجرى ما جرى في حديث السقيفة الذي لا نريد أن نقف عليه حقيقة ولكن فقط موضع الشاهد نعم عندما آل الأمر في السقيفة وغصبت الخلافة من أمير المؤمنين من هذا البيت ولم يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وآله فوتنصب الخليفة الأول أبو بكر في ذلك الموضع قام بأخذ فدك من فاطمة نعم سألتم محور السؤال عن السبب نعم سبب الخطبة التي خرجت بها الزهراء سلام الله عليها فماذا صنعه انتزع فدكا من الزهراء نعم جاء العمال بعد أن أخرجوا العمال الذين يعملون في هذه الأرض إلى الزهراء وأخبروها بالذي جرى أنه تمت مصادرة هذه الأرض من قبل تمت مصادرة هذه الأرض أحسنتم من قبل الخليفة هنا خرجت الزهراء سلام الله عليها إلى المسجد النبي صلى الله عليه وآله وبدأت بهذه الخطبة لا ينحصر خطبة الزهراء بهذا السبب ولكن هذا المحرك الذي نعم بالتالي هذا هو المحرك الأساسي الذي دفع الزهراء سلام الله عليها في فروج الزهراء وألقت هذه الخطبة سمح الشيخ نأخذ فاصل ونعود بعده إن شاء الله بخدمتكم أحبة المشاهدين فاصل ونعود إليكم فابقوا معناه أبي كسر ضلعي زاد مفخرتي فخرى وهل ظلم الماضون كابنتك الزهراء ولكن لي ضلعا يداس بكربلا يداس بكربلا وما تركه للخي ظهرا ولا نحرى بهاجرة ملقا ثلاثا مرمل تسح عليه الريح حيث أتت جمرة بها جسد عباس يفول القربة ولا كفة سدت دون رقراقها المجرى أبي أبي وجعي والضلع وابني مرمل وأهله سيق في مدائنها أسر يا أسر من جديد عدنا وإياكم أحبة المشاهدين وحلقة اليوم من برنامج مآذن رفاء والتي خصصناها لاستذكار شهادة الزهراء سلام الله عليها سمحت الشيخ ورد في خطبة الزهراء سلام الله عليها المعروفة بالفدكية قول وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وعاله عبده ورسوله هل ركزت أو حاولت الزهراء سلام الله عليها أن تستثمر هذه العلاقة لمجرد كونها علاقة أبوة أم أنها اعتمدت لتركيزها وترسيخها على أمور أخرى أحسنتم لاحظ الزهراء سلام الله عليها في هذا المقطع طبعا وتكرر هذا الكلام أو هذه النوعية في الخطاب من الزهراء سلام الله عليها أشهد أن أبي أو إني فاطمة في بعض الخطب وأبي محمد وأبي محمد أحسنتم تريد كأنما الزهراء سلام الله عليها تريد أن تقوم بكشف هويتها لعل البعض فيما بعد يحتج أو يعتذر أو يبرر أني لم أعلم أن هذه المتحدثة هي فاطمة أو لم أرى سابقا فبالتالي هي تقطع الطريق مسبقا أحسنتم أو ربما البعض يقول أني لم أرى فاطمة لم أعرف فاطمة في حياتي لم أدري أن هذه فاطمة ولهذا ابتدأت بكشف هويتها حتى تقطع من باب إتمام الحجة على المسلمين أن أبي وأشارت إلى أبي تريد أن تذكر هذه الأمة بالذي صنعه النبي صلى الله عليه وعليه ودور النبي في انتشال هذه الأمة من الظلمات إلى النور تعلمون قبل بعثة النبي كيف كان المجتمع نذاك مجتمع حقيقة فيه الكثير بعيد عن القيم بعيد عن المبادئ بعد ما يكون عن المبادئ والقيم الإنسانية وهو إلى الغلظة أقرب منه إلى الإنسانية أحسنتم أحسنتم بعد أن كنتم في الجاهلية وصل بكم المقام إلى هذا المقام بواسطة النبي صلى الله عليه وعليه ولم يطلب منكم أجراء إلا المودة فكأنما تشير أشهد أن أبي محمداً هذا النبي محمد الذي صنع ما صنعه بذل ما بذل من أجلكم وأنا البنت بنته أنا فاطمة فتريد أن تذكر وتقطع الأسباب إلى الذي قدمناه وما الذي أوصى به النبي لهذا البيت ولطالما أوصى ولطالما سمعتم الأحاديث عن فاطمة حتى لا يعتذر في المستقبل عندما وحصل ما حصل فبالتالي من باب إلزام الحجة أكدت على هذا المعنى لتذكير بواقع الأمة وإلى أين وصلت وما الذي يصنعون الآن نعم باعتبار أنهم الآن بدأت الخطوات بعد أن كان السير باتجاه القمة في أمة النبي بدأ الآن ماذا بدأ التدرج أو بدأ التسافل في الهرم في التسافل بعد أن تركوا وصية النبي صلى الله عليه من الأمور التي وردت في خطبة الزهراء سلام الله عليها قولها عن النبي صلى الله عليه داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة هنا تبين الزهراء سلام الله عليها طريقة دعوة النبي بالحكمة والموعظة الحسنة كيف يمكن أن نؤصل لهذه المسألة في الدعوة في حياتنا المعاصر الإسلامية أحسنتم طبعا من أصول التزكية للنفس هو التحلي بروح الحكمة وهو أصل مهم التحلي بروح الحكمة ونجد أنه ماذا كما تفضلتم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة الحكمة هو وضع الأمور في مواضعها ثقافة أهل البيت واحدة من الأمور التي يؤكد عليها أهل البيت عليهم السلام هي معرفة الإمام معرفة أهل البيت عليهم السلام معرفة الزهراء سلام الله عليها باعتبار على معرفتها في الأحاديث دارة القرون الأولى هذا الحديث فقط يحتاج إلى كثير من التأمل على معرفة الزهراء دارة القرون الأولى فإذن الأصل الأول من أصول التزكية أيها الإنسان هو التحلي بروح الحكمة فيجب أن نضع الأمور في مواضحها بالتالي تريد أن تذكر أنه الحكمة هو مفتاح كل خير ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا نتيجة الحكمة هي التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى كيف؟ أنا عندما مأمور أن أتصرف بالحكمة طبعا والحكمة هو الأصل الأول من أصول الأخلاق هناك أصول أيضا للأخلاق نعم كما هناك أصول للدين هناك أصول والحكمة هي الأصل الأول الأصل الأول من أصول الأخلاق الذي يجب على الإنسان أن يتحلى بها الحكمة والحكمة هو حد الاعتدال في القوى العقلية نعم هناك قوة عند الإنسان حد الاعتدال أي الوسطية في كل شيء فالحكمة هو حد الوسط ولا بد الإنسان أن يتصرف في كل أموره حقيقة بالحكمة هنا شاهد لا بأس به فيه لا يخلو من الفائدة عن لقمان الحكيم تعلمون لقمان الحكيم القرآن وصفه بالحكمة في الرواية لقمان الحكيم كان عبدا في يوم ما سيده قال له يا لقمان خذ هذه الأرض وزرعها لنا سمسما لقمان أخذ الأرض وقام بزراعتها بالشعير لم يزرع السمسم زرعه الشعير بعد وقت مر هذا السيد الذي هو مالك للقمان الحكيم وراء الشعير بدل أن يرى السمسم لأ الشعير أحسنتم بدل أن يرى السمسم فبعث إلى لقمان قال له لقمان أنا أمرتك أن تزرع الأرض سمسما وإذا به شعير فقال له لقمان نعم قال ولما؟ قال نعم أنا زرعتها أنا زرعتها ماذا؟ شعيرا وكنت أدعو الله أن يكون الناتج سمسما لاحظ إلى حكمة لقمان بالتالي هو يرمي إلى غير هدف يرمي إلى غير شيء أحسنت قال له نعم أنا زرعتها الشعير بالفعل ولكن كنت أدعو الله في كل يوم ماذا؟ أن نتخضر سمسم قال له وكيفه؟ يا لقمان أو يكون ذلك؟ ممكن أن يكون ذلك؟ يعني تزرع شعير ويطلع سمسم؟ ما ممكن قال له ما ممكن؟ قال ما ممكن قال له سيدي أنا إن أرى إنك تعمل بالمعاصي وتدعو الله الجنة أرجو أن يلتفت المشاهدين بالتالي هو هذا محل الشاهد محل الشاهد أنا أراك أن تعمل بالمعاصي وتدعو الله الجنة فممكن أن نتيجة المعاصي أن تكون الجنة فإذا ما ممكن الشعير أن يكون سمسم إذا تحقق ذلك فممكن للشعير أن يتحول إلى سمسم الشاهد الشاهد الكل المسلمين يتمنى على الله أو يدعو الله الجنة ولكن السؤال المهم الذي ممكن أن نأخذه من قول الزهراء سلام الله عليها من الحكم أنه هذه الأعمال التي نقوم بها أيها المسلمون الالتزام بوصايا النبي صلى الله عليه وآله بالمصدر الأول بالقرآن وبالمصدر الثاني بسنة النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يؤدي إلى الجنة فإذا كنا نخالف النبي صلى الله عليه وآله نخالف الزهراء سلام الله عليه وندعو الجنة فما ممكن المقدمات لا تساعد على أن تكون النتيجة الجنة فإذن لاحظ داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة الحكمة أن نضع الأمور في مواضحة السؤال الزهراء تريد أن تشير إلى هذه المسألة أنتم لابد أن تضعون الأمور ولهذا عقبت مباشرة التفاته أتمنى أن يلتفت المشاهد مباشرة قالت ماذا؟ داعيا إلى ربه إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة يكسر الأصنام عبرت عن الحكمة بماذا؟ بتكسير يعني الحكمة تساوي تكسير الأصنام ثمرت الحكمة تكسير الأصنام بعض المسلمين أخذ فائدة سلبية من هذا المعنى من تكسير الأصنام كيف ذلك؟ فهمه أن الأصنام فقط تتمثل بهذه التماثيل وبهذه المجسمات نعم بالمجسمات الموجودة حصر الصنم بهذه المجسمات ولكن حقيقة هذا مصداق هذا مثال هذا مثال خارج الأصنام تحتويها أنفس ولكن الصنم قد يكون صنم داخلي قد يكون صنم خارجي ولهذا الإنسان السؤال المهم ما هو المدار الذي يتحرك به الإنسان؟ يعني المحرك الذي يحرك الإنسان في هذه الدنيا أنا لماذا أتحرك؟ لماذا قدمت إلى هذا الموضع؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا نهيت عن كذا؟ هل هو المحرك من؟ المحرك الله سبحانه وتعالى المحوار المحرك ما هو؟ الأنا المحرك الذات المحرك المصلحة فالصنم لا يتجسد فقط في هذا التمثال الخارجي الكثير حقيقة لابد أن نتخلص من صنمية الأنا من صنمية الذات لأن إذا كان الأنا والمصلحة الشخصية والذات هو المحرك لي بالتالي ما راح تصرف بالحكمة قطعاً لماذا؟ لأن ما راح أضع الأمور في محلها في مكانها الصحيح وهكذا لم أضع مثلاً الأمور الوجدانية المشاعر في مواضحها راح تكون هناك اختلال في هذه القوى في الأصل الأول راح يكون اختلال في الحكمة راح يكون اختلال في الشجاعة راح يكون اختلال في العفة بالتالي مراحس لك الطريق الذي أراده مننا الله سبحانه وتعالى سمع الشيخ ونحن نتحدث في الدقائق الأخيرة من البرنامج ونحاول أن نوجه خطابنا إلى العالم الإسلامي على اعتبار شخصية الزهراء سلام الله عليها هي ليست حكراً على فئة دون فئة أخرى كيف نفهم هذه النهاية السريعة للسيدة الزهراء سلام الله عليها وهي في ريع شبابها وما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الشهادة أحسنتم طبعاً عادةً نحن نتعامل أو ننطلق عادةً من الخارج من الواقع لابد أن نلتفت إلى هناك مبادئ لهذا الخارج فعندما يكون هناك هذه النظرة لا تدل كفاية حقيقة عن لماذا فعل المعصوم هذا الفعل الزهراء سلام الله عليها هناك دور لابد أن تقوم به وتكليف تكليف المعصوم عادةً هو صيانة ما أسسه النبي صلى الله عليه وآله صيانة ما أسسه النبي فالزهراء لا تلتفت إلى هذه الشخصية بقدر ما الالتفات إلى الهدف الهدف صيانة المشروع الإلهي كان ينبغي لها أن تقوم بما قامت به ولهذا الاعتراضات من البعض لماذا الزهراء لماذا لم يصنع أمير المؤمنين كذا هذه لا نلتفت إليها لماذا لأن هناك بعد غيبي تم طلق من رؤية ضيقة للهدف أحسنتم رؤية فالبعد الغيبي والهدف الإلهي كان يتطلب من الزهراء أن تقوم بهذا العمل بهذا الدور وبالتالي تكون قربان أحسنتم وبالتالي تكون قربان للمشروع الإلهي وبالفعل تحقق ذلك سمعت الشيخ لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم على هذه المعلومات القيمة أحسنتم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم والمشاهد الكريم زيارة الزهراء في هذه الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآله والشكر موصول لكم أحبة المشاهدين وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة